أيها الإخوة والأخوات في الحلقة الماضية حول الوضوء ونحن نستعدد في هذه الحلقات فقها ميسرا لكيفية الوضوء وكيفية الصلاة وآداب قراء الحاجة وقد كنا تكلمنا عن فروض الوضوء تكلمنا أيضا عن سنن الوضوء وعن مكملاته وشروطه ووصلنا إلى الكلام إلى الأعضاء الستة أو إلى الفروض الستة التي لا بد من توافرها في الوضوء وذكرت أن هذه الفروض الستة إذا لم تتوفر في الوضوء فلا يسح الوضوء منه ذكرت بعضها فوعيده على عجل ثم وفصل ما كنا لم نفصل في الأسبوع الماضي أول فروض الوضوء هو غسل الوجه كاملا وحدود الوجه من منابة شعر الرأس عند الجبهة إلى من حدر من اللحيين ومن الأذن إلى الأذن عرضا كل هذا يجب غسله في الوضوء كل هذا لو إنسان أخذ ماء فقط وغسل مثلا هكذا دون أن يصل إلى مثلا أذنيه ونحوه فهذا لا يصح غسل الوجه كاملا ومنه المضمضة والاستنشاط وقد أمر الله عز وجل بغسل الوجه كاملا كما في قوله سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم الأمر الثاني غسل اليدين مع المرفقين غسل اليدين إلى المرفقين وقد رأينا مجموعة من الناس لتكون يداه مبلولتان أصلا بسبب أنه غسلهما في أول وضوء وبسبب المضمضة والاستنشاق فتجد أنه إذا أراد أن يتوضأ وضع يده تحت صنبور الماء فيغسل ذراعه ومرفقه دون أن يغسل يده وهذا خطأ الله عز وجل قال وأيديكم إلى المرافق يعني تمشي من اليد حتى تصل إلى المرفق الأمر الثالث النبي صلى الله عليه وسلم كان يغسل يده حتى يشرع في العضد العضد هذا الذي تحت الكتف حتى يشرع فيه لأنه يغسل المرفقين الأمر الثالث مسح الرأس كله أن يمسح رأسه كله ومنه الأذنان لقوله تعالى وامسحه برؤوسكم وقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس كما عند ابن باجة وغيره طبعا لا يعني هذا أنه يمسح جميع الرأس ويقول هنا شعره ما مسحته ويمسحه أوه هنا شعره نسيته ويمسحه لا أيضا كلامنا هذا لا يعني أنه يوسوس لكن يمسح بيديه ثم بعد ذلك يغسل الأذنين وسيأت إن شاء الله كيفية المسح أيضا الأمر الخامس أن يغسل الرجلين مع الكعبين أو هو الرابع لقوله تعالى وأرجلكم إلى الكعبين والخامس الترتيب بأن يرتب هذه الأعضاء طبعا الترتيب عندنا يا جماعة في ترتيب واجب وعندنا ترتيب سنة في الوضوء ترتيب واجب وترتيب سنة الترتيب الواجب هو الترتيب بين هذه الأعضاء الأربعة إذا قمتم إلى الصلاة فغسلوا وجوهكم الوجه وإيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين لا بد من الترتيب بين هذه الأربعة لكن نفس العضو لا يجب فيه الترتيب يعني لو إنسان مثلا أقبل ليغسل مثلا يديه بعدما غسل وجهه وتمضمض والسنشق أراد أن يغسل يديه فبدأ باليسرى قبل اليمنى نقول صحيح ما فيه بأس أراد أن يغسل رجليه فبدأ باليسرى قبل اليمنى وضوءك صحيح قبل أن يغسل أول شيء غسل وجهه ثم تمضمض والسنشق أو ثم استنشق وتمضمض فهذا صحيح لا يجب فيها الترتيب لكن السنة أن يرتب كما ذكرنا مضمض والسنشق ثم غسل الوجه ثم غسل اليمنى ثم غسل اليسرى لكن الذي يجب فيه الترتيب هو هذه الأعضاء الأربعة يعني لو جاء يتوضى فغسل للجليه ثم رجع إلى وجهه قلنا وضوءك باطل لو جاء يتوضى فمسح رأسه ثم غسل يديه قلنا وضوءك باطل لا بد أن يرتب بين هذه الأعضاء كلها الأمر الخامس الذي معنا طبعا دليل الترتيب أن الله عز وجل رتب في القرآن هذه اغسلوا وجوهكم وأيديكم كذا وكذا وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما توضى قال هذا وضوء لا يقبل الله تعالى الصلاة إلا به فبين أن هذا الوضوء بهذه الكيفية لا يمكن أن تصحى الصلاة إلا إذا توضى بمثل هذه الكيفية بقيت معنا مسألة أخيرة في الحقيقة وهي مسألة الموالاة وهو الأمر السادس أو الركن السادس من أركان الوضوء الموالاة الموالاة أن يكون غسله لهذه الأعضاء متواليا يعني أن يغسل وجهه ثم بعده مباشرة يغسل اليدين ثم بعده مباشرة يمسح الرأس ثم يغسل الرجلين يعني لو إنسان جماعة فرضا يتوضى في البيت لما غسل وجهه ثم أراد أن يغسل اليدين سمع واحد من أخوانه يصرخ قول قول فخرج مباشرة فإذا في مبارات وبدأ ينظر إلى المبارات عشر دقائق ثم رجع ليكمل وضوءه هل يكمل من عند اليد أم يبدأ من جديد طبعا يبدأ من جديد لا بد في هذا الحال ولا يصح له أن يكمل الوضوء لأنه طال الفاصل لكن لو إنسان يتوضى ثم أثناء الوضوء انقطع الماء وقد غسل وجهه وبقي أن يغسل يديه انقطع الماء فصعد إلى السطح مثلا وفتح الخزان خزان الماء مثلا أو خرج واتصل بالهاتف مثلا وطلب من مثلا يحذر له ماء أو طلب من يفتح الحنفية التي تحت كان يكون في بواب للعمارة أو نحو ذلك ثم أقبل وأكمل وضوء هذا صحيح إذا كان الوقت قليلا إذا كان مثلا دقيقة دقيقة ونصف وكان الأمر فيما يخص الوضوء أيضا ليس والله ذهب ينظر له قول مبارات أو ذهب ينظر له إلى أغنية أو غير ذا أو يفتح جريدة ينظر إليها أو يرد على الهاتف يجلس خمس دقاء يتكلم فيه ثم يرجع ويقول أباك من وضوء لا لا بد أن يكون الأمر الذي انشغل به أيضا هو أمر خاص بوضوءه